السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات سومة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد ووجبة كاملة متا كاملة هنعملها مع بعض اول حاجة هنبدأ كده بالسمك زي ما انتوا شايفين ده سمك مكارونا متنظف والقشرة من علامة شالة وكل حاجة زي الفل ومعلقة صغيرة فلفل اسمر ومعلقة كبيرة كمون ومعلقة ملح ومعنا كده اربعة طمطنيات ومعنا كمان حزمة بقدونس ومعنا كمان كده هو الطبق كده في فلفل رومي وفلفل حامي ولمونة ومعلقة التوم ومعلقة هريسة شطة حامية ومعلقة هريسة شطة برده وهنبتدي نجيب كده اول حاجة الكببة بتاعتنا ونحط فيها المكونات بتاعتنا واحدة واحدة هنحط فيها الاول الفلفل وبعد كده الفلفل رومي الحامي طبعا وبعد كده هنبتدي ان احنا نحط التوم والهريسة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وطبعا الأكلة بتاعتنا دي تنفع في أيام رمضان سهلة وسريعة جدا وهتوفر عليك وقفتك في المطبخ وهنقسم كده اللمونة ونعصرها كده في قلب الخلاط وفي ناس طبعا بتحب تضربها بالقشر بس أنا بخاف القشر يمرر فما بحتاجش القشر بصراحة باكتفي بس باللمون بتاعي زي ما انتم شايفين كده وبعدين بابتدي ان انا اضيف الفلفل الرومي وبالمقص كده وباقص البقدونس بتاعي في قلب الكبة طبعا الخلطة دي لستمك روعة يا جماعة روعة وهبتدي ان انا اضيف بقى التوابل بتاعتي زي ما انتم شايفين انا مش مكترة فلفل اسمر لان انا حطى فلفل حامي وفلفل رومي فكفاية جدا الفلفل كده يعني خصوصا لو في اطفال يعني وهنبتدي نضيف الخل كده زي ما انتم شايفين معلقة كبيرة كده خلق او معلقتين على حسب يعني انت بتحبي الخلق او لا وهنبتدي نضرب كده بالكبة وده شكلهم بعد ما تضربوا بالكبة بتاعتنا او في الخلاط لو ما عنديكيش كبة عادي هنبتدي ننزلهم بقى كده في طبق وبعدين هنجيب السمك بتاعنا وندهن كده سمكاية سمكاية من جوة نحط طبعا التدبيلة دي بتبقى زي ما قلتلكم طعمها تحفة في السمك ندهن كده كويس من جوة السمكاية وطبعا زي ما شايفين السمك متنظف والسلسلة الظهر بيضة فلة زي اللحم بالضبط وطبعا انا احنا بصراحة بنتقرف من الراس بتاع المكرونة كده ما بنحبش نقليها يعني فبنشلها زي ما شايفين كده طبعا عايزة بتعمليها كشكل يعني وتسيب الراس بتاعتها ما فياش مشكلة كل واحد وعلى حسب ما بيحبه على حسب ما هو متعود وهنبتدي نوزع الخلطة بتاعتنا كده بشكل ده وطبعا للخلطة كتير لان انا هقول لكم هعمل بها ايه تاني ودهيني كده من جوة يا جماعة كمية كويسة يعني ما تدهنيش كده شوية كده يعني ما يتحسوش او ما يطعموش السمك بتاعك لقي دهيني كده شوية كويسين وطبعا لو السمكاية كبيرة شوية بتشراحي الاجناب بتاعتها وتحشيها من جوة لكن السمك بتاعي قليل في الحجم فمش محتاج ان هو يتحشي من جوة وبعد كده في الاخر هبتدي ان انا ادهن كل واحدة كده من ضهرها بشوية من الخلطة بتاعتنا طبعا اسهل الاكلة تعمليها في رمضان مش هتوقفك في المطبخ ساعة على بعضها ولا يعني نص ساعة بالكتير وتكوني مخلصة هنبتدي بقى نجيب الطماطم بتاعتنا ونشيل الجزء الاولاني ده ولازم يا جماعة يتشيل علشان خاطر بيبقى دايما كان فيه دود تحت المنطقة دي وهنبتدي نقطحها كده شرايح طبعا دي طريقة والدتي ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لي طريقة وحفة هيخلى الطماطم دي هتخليكي تاكل السمك كده من غير ما تحسي بالعيش حتى من غير الرز وهنجيب الخلطة بتاعتنا دي ونحشي السمكية من قلبها من الجزء اللي فيه العسرة ده ونضغط بادينا كده عليها علشان خاطر يعني نخلل الطماطم كده عبارة ما نخلص الاكلة تكون الطماطم كده بقت زي الفل شايفين بايدك كده سيبك بقى من جو المعالق والحاجات دي بايدك كده وضغطي كده في قلب الطماطماية علشان خاطر تشرب كويس من الخلطة وهنعملها كلها بنفس الطريقة دي وطبعا السمك مش هنسيبه يتحط في التدبيلة كتير هو عبارة ما نعمل الرز وسلطة الطحينة والطماطم المخللة هيكون السمك كده مش محتاج وقت تاني اكتر من كده ان هو يتحط في التدبيلة كفاية قوي يعني علي وزي ما انتم شايفين هنعمل بقى كمية كلها بالطريقة دي هكملها بقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين شكلها اصلا يفتح النفس هنبتدي بقى اعمل الرز الصيادية طبعا انتم طلبتو مني قبل كده ان انا عمله لكو قلت اعملكو بقى اكلت وجبة سمك كاملة وفيها الرز الصيادية بعمله ازاي وازاي يطلع لونه بني معاكي ازاي بتاع بره بالزبط طبعا انا حطيت كده شوية حتة سمنة وحطيت عليها كده مع علقتين زيت وهنزل كده ببصلية كبيرة طبعا البصل لما يبقى كتير هيعمل معاكي لون احلى لان لو البصل قليل مش هيديك اللون اللي انت عايزيه ديت كده بصلاية كبيرة هعملها على نص كيلورز طبعا ضربتها في الكبة وهبتدي ان انا حطت عليها شوية من الملح زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر تاخد اللون وتنشف بسرعة هقلب كده طبعا خدت اللون الدهب دي في ناس بتغلط وتروح منزلها عند اللون ده لأ طبعا اللون ده لسه مش هيديك اي لون خالص هتسيبيه اكتر في ناس برضو بتروح بتيجي عند اللون ده وتقول لا كده خلاص البصلية كده تمام وانزل برضو مش هيديك هيديك لون فتح جدا للرز مش هيديك اي لون بني خالص شايفين بقى الدرجة دي هي دي الدرجة بالزبط اللي انا عايزها ابتدي ان انا جيب مية وانزل عليها على البصلية بتاعتي كده بالشكل ده شايفين مجرد كده ما المية لون هستبغ كده باللون البني هجيب كده مرأة دجاج وشوية من ملح وانفتكر ان احنا حاطين ملح على البصلية جماعة عشان ما نزودش ملح كتير وانحنا مش محتاجين ملح كتير ودي كده نص كيلو الرز غسلاء وهنزل بيه كله على بعضه كده في قلب المية بتاعتي وطبعا المية مقدارها معروف يعني كباية الرز عليها كباية المية او كباية ونص كباية ونص مية والرز بيختلف يعني انت لو لقتيه في الاخر مش محتاج مية لان بيختلف الرز المصري من اي رز تاني لو لقتيه محتاج مية معاك بتزودي شوية زي ما انتوا شايفين اديت له كده المية بتاعته مزبوطة انا طبعا بعرفة كده بالشكل مجرد ما هي زي ما انتوا شايفين كده بدأ يغلي اهو هتدي له تقليبة زي ما انتوا شايفين كده المية خلاص تعتبر راحت في اهو والرز هو اللي ظاهر هبتدي ان انا اوطي بقى النار خالص عليه زي الشمعة وما تقلبش تاني يعني دي اخر تقليبة له وهوطي عليه خالص بقى واسيبه لما يستوي خالص زي ما انتوا شايفين ما بقاش في مية على الوش اهو هبتدي بقى ووطي خالص عليه شمعة بالزبط وكده الرز خلص هنبتدي نيجي بقى للسمك بتاعنا حطيت كده شوية دقيق في قلب صانية وزي ما انتوا شايفين عشان ما تبهدلش ايدك ترجي كده السمك في قلب الصانية بتاعتك هيروح متغلف من كل الجهات وايدك مش هتتبهدل خالص زي ما انتوا شايفين كده زي الفل شوية دقيق كده وتضغطي كده بايدك خلاص وما تنسيش تنفضي كويس قبل ما تحطيه علشان خاطر تنزلي اي دقيق زيادة كل الكمية هعملها بنفس الطريقة دي وتحاولي تنزلي كده الخلطة من عليه علشان خاطر ما تتحرقش في الزيت وترجي وتجبس بايدك وخلاص كده وايدك نضيفة زي الفل بس كده هنبتدي بقى نجيب طبق في مية زي ما انتوا شايفين كده والزيت بتاعنا سخني جدا ننزل بالسمكاية في قلب المية بسرعة كده ودي طريقة المطاعم يا جماعة عشان خاطر الزيت بتاعك ما يتحرقش من من الدقيق والدقيق يكلكع كده ويحرقلك السمك بتاعك وفي نفس الوقت هيدي لك اللي بتتنزليها كده في المية كده نزولة سريعة كده هتدي للسمك بتاعك ارماشة رهيبة هي مرة واحدة يا جماعة بتسأسقيها كده مرة واحدة في قلب المية وتبتدي ان انت تنزلها في الزيت زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان احنا نقلب بعد ما اخد اللون طبعا بيبدأ بتحط السمك على نارة عالية وبعد كده بتهدي شوية زي ما انتوا شايفين لونه بقى هابي وجميل جدا وبعد ما هيستوي كده من على الطرفين وياخد اللون من الجنبين زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي بقى ايه بالمسك كده ونصفي كويس من الزيت ونطلعه على طبق فيه منديل علشان يصفي بقى الزيت اللي فيه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده شايفين طالع كده مقرمش ازاي ومسك نفسه ولا طري ولا بتاع شايفين بمسكه بالمسك زي ما هو نشف جدا والمية ما طرت ليش السمك ولا اي حاجة بالعكس نشفته بزيادة وشايفين الزيت نضيف زي ما انتوا شايفين كده وما نزلش خالص دقيق تحت ولا اي حاجة لان ما بقاش في دقيق وهي دي السفرة بتاعتنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين الرز الصيادية زي الفل والسمك جميل وصلطة الطحينة وصلطة الطماطم شايفين الرز لونه احلى من بتاع برة كمان شايفين وادي سلطة الطماطم بتاعتنا جميلة جميلة جدا يا جماعة جربوها هتعجبكم ان شاء الله وطبعا فانوس بتاع رمضان عشان يفكرنا بلايه الرمضان وكل سنة وانتوا طيبين وتنسونيش في اللايك والشير والسابسكرايب وهستنى تعليقكم الجميل وكل سنة وانتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة